اشتركوا في القناة وبركاته وبعد فإنه يصرنا أن نعود إليكم مرة أخرى لنقدم لكم درسا آخر من دروس الأدب العربي وموضوعه أبيات لمحمد العيد من هو محمد العيد محمد العيد بن محمد آل خليفة يرجع أصله إلى مناصير وديسوف كما جاء في الديوان متى وأين ولد شاعرنا محمد العيد ولد بعين البيضاء عام 1904 ميلادي وتلقى علومه الأولى بمسقط رأسه أي بعين البيضاء ثم واصل تعليمه الابتدائي ببسكرة ثم رحل إلى تونس وبقي يدرس بها مدة سنتان وعاد بعدها إلى الجزائري وبالذات إلى بسكرة وعمل مدرسا في المدارس الحرة للغة العربية وعندما تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عام 1931 ميلادي شارك فيها محمد العيد مشاركة فعالة وكان عضوا نشيطا من بين أعضائها الذين يعترفوا لهم بالفضل فيها وعند اندلاع الثورة التحريرية عام 1954 ألقي عليه القبض وزج به في السجن ثم أطلق صراحه ووضع تحت الإقامة الجبرية إلى أن من الله علينا بالحرية والاستقلال سنة 1962 ميلادي ولعلنا نضيف الأعمال التي قام بها محمد العيد فنجده قلنا عمل مدرسا وعمل شاعرنا مديرا بمدرسة الشبيبة بالجزائر العاصمة إلى أن توفه الله سنة 1979 ميلادي من أهم آثاره ديوان شعر صادق يضم أغراض الشعر المتنوعة وهو سيجلا وهو سيجل صادق لأحداث عسره والآن بعد هذه العجالة السريعة عن حياة شاعرنا نقرأ النص المقترح عليكم قال محمد العيد إنما تربة الجزائر مهد عبقري لثورة العظماء وهي أرض الإسلام ذي المبدأ السمح وأرض العروبة العرباء تتعالى منائر الحق فيها من بعيد لخائذ الظلماء عفوا أيها الشعب أنت ملهم شعري في كفاحي وملهب الأحشاء أين منا ما سامنا من عذاب أين منا ما ساءنا من شقاء جل من أخضع الطغاة فذلوا وقضى وعليهم قضى بحكم الجلاء أصبحت أرضنا مثالا من الفردوس في أمن شعبها والهناء بعد قراءتنا لهذه الأبريات القيمة نتعرف على بعض المفردات بصفة سريعة نجد نجد في البيت الرابع كلمة أيها الشعب أنت ملهم نجد كلمة ملهم الملهم هنا في هذه الأبيات معناها موحي بالشيء ملهم شعري أي أنت الذي ألهمتني الشعر وكذلك كلمة ملهب الأحشاء ملهب أي أنك أشعلت في نار الشعري وحركت عواطفي فقلت شعرا الفضل يرجع فيه إليك أيها الشعب البطل عندما نتمعن هذه الأبيات نجدها تدور حول الفخر والفخر في هذه الأبيات الفخر يدور حول عنصرين نلمس الفخر في الأبيات الثلاثة الأولى بأرض الجزائري هذه الأرض المقدسة أرض البطولة والشجاعة والخير الكثير والأبيات الأربعة الباقية يفخر فيها بهذا الشعب العظيم الذي حقق المعجزات هذا بالنسبة لهذه الأبيات إذن فخر محمد العيد يدور حول فكرتين الأولى الفخر الفخر بأرض الجزائري الفخر بأرض الجزائري وثورتها المباركة المباركة الفخر بأرض الجزائري وثورتها المباركة العنصر الثاني أو الفقرة الثانية الفخر بالشعب الفخر بشعبها الذي أخضع الطغات والطغات وأذلهم هذان العنصران هما الذين يكونان موضوع القصيدة الذي يدور حول الفخر ننتقل ننتقل إلى الأفكار التي قدمها لنا محمد العيد في أبياته هذه فنجد أن النص ينتمي إلى الأدب إلى الأدب التحريري الأدب الثوري الذي يدعو إلى الحرية وإلى تمجيد البطولة وإلى الفخر ببطولات الشعب كذلك يمتاز محمد العيد في هذه الأبيات وتقريب في غيرها من بقية القصيدة لأن هذا جزء من قصيدة طويلة يمتاز بصدق العاطفة وقوة الانفعال فهو منسهر في شعبه يرى نفسه جزءا لا يتجزأ من شعبه ولذلك نراه يفخر به وببطولاته وبعظمته وبأرض الجزائم كذلك ألفاظ هذه الأبيات وهذه القصيدة ألفاظها سهلة واضحة لم نجد فيها إلا بعض الكلمات الصعبة التي لا تغيب عن أذهانكم أو لا يغيب عن أذهانكم فهمها كذلك نلاحظ روح الثقافة الإسلامية نلاحظ في البيت الثاني يقول أن أرضنا أرض الإسلام وهي أرض الإسلام ذي المبدأ السمح وأرض العروبة الأربع نلاحظ هنا الروح الإسلامية وهذه الروح نجدها أو نلمسها في كثير من قصائد شاعرنا محمد العيد من حيث الأسلوب نلاحظ في الأبيات أسلوبا إنشائيا ما نوعه ما نوعه هذا الأسلوب نلاحظه في البيت الخامس حيث نجد الاستفام البيت الخامس فيه أسلوب إنشائي وهو عبارة عن الاستفهام وما المقصود منه أين منا ما ساءنا من عذاب أين منا ما ساءنا من شقائ نجد الاستفهامة في البيت الخامس في أول البيت وكذلك في أول العجز من نفس البيت ما المقصود به؟ المقصود به التحقير لو سألتكم وقلت لكم هل بإمكانكم أن تعطونا صورة بلاغية أخرى في هذه الأبيات لو وجدنا البيت الأخير يجتمل على صورة بلاغية أصبحت أرضنا مثالا من الفردوس في أمن شعبها والهنائي نلاحظ هنا تشبيها وهذا التشبيه يسمى شبه أرض الجزائر بالفردوس شبه أرض الجزائر بالفردوس التشبيه هذا يسموه تشبيه مرسل ومفصل لماذا قلنا مرسل؟ لذكر أداة التشبيه فيه مثالا أداة تشبيه مثالا هذا على اسمنا تشبيه مرسل كذلك نجد فيه وجه الشبه لماذا وجد فيه وجه الشبه؟ فنسميه تشبيها مفصلا يعني أرضنا تشبه الفردوس في أمن شعبها هذا هو وجه الشبه الذي تشترك فيه الجزائر حتى صار تشبه الفردوس في أي شيء؟ في الأمن والهناء والفردوس إحدى الجنان التي نص عليها القرآن جنة الفردوس يشبه أرض الجزائر بالفردوس في أي شيء؟ وشه الشبه ناقلنا؟ الأمن والهناء وهما صفتان يبحث عنهم الإنسان وفيهما السعادة كل السعادة كذلك لو انتقلنا إلى مظاهر التقليد أو مظاهر التجديد هل توجد في القصيدة بعض مظاهر التجديد أو بعض مظاهر التقليد؟ نعم نجد في القصيدة بعض مظاهر التقليد نجد بعض مظاهر التقليد أولا في القالب الشعري المحافظة على القالب الشعري القديم نجد القصيدة ذات طابع شعري قديم أي نظمت على الطريقة القديمة كذلك نجد عباراتها عربية أسيلة وهذه أيضا من مظاهر التقليد نجد نجد كذلك قلنا العبارات عباراتها عباراتها عربية أسيلة طيب هل هناك بعض مظاهر التجديد؟ نقول نعم هناك بعض وهناك بعض مظاهر التجديد أيضا نلمس أو نجد عنصران أولا الافتخار بالشعب الافتخار 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 بالشعبي بدل النفسي بدل النفسي والقبيلة هذا المظهر الأول من مظاهر التجديد ثانيا الامتزاج الوجداني الامتزاج الوجداني بين الشاعر وموضوعه إذن قلنا من مظاهر التقليد المحافظة على قالب الشعر القديم وعبارات النص عباراتها عربية أسئلة كذلك من مظاهر التجديد الافتخار بالشعب بدل النفسي بدل النفسي والقبيلة ثم الامتزاج الوجداني بين الشاعر وموضوعه بعد ذلك أيها الإخوة الطلبة والطالبات ننتقل لنتعرفها على بحر القصيدة أو الوزن فنجد البحر الذي اختاره الشاعر لينظم عليه أبيته هو البحر الخفيف وتفعيلاته هي فاعلات مستفعل فاعلات فاعلات مستفعل فاعلات نذكر الذين درسوا العروض يعرفون هذا البحر والذين لم يدرسوه فعليهم أن يراجعوه الخفيف يقول فيه يا خفيفا خفت بك الحركات فاعلات مستفعل فاعلات فاعلات مستفعل فاعلات بعد هذه اللمحة السريعة عن نص هيبنا نخرج بخلاصة نتتبعها معا الخلاصة لموضوع لأبياتنا هذه هي أن هذه الأبيات من الأدب التحرري الذي يمتاز بصدق العاطفة وقوة وقوة الانفعال وجمال الأسلوب الذي تنوع هذا الأسلوب بين الخبر والإنشاء وظهرت فيه آثار الثقافة الإسلامية كذلك نلمس فيه عمق المعنى وسهولة الكلمات ووضوح الأفكار فالأبيات صورة صادقة للشاعر ومجتمعه فالأبيات هذه تعطينا أو توضح لنا صورة صادقة للشاعر ومجتمعه ولا غرابة أو إذ لا غرابة أن نلمس هذه الأمور عند شاعر الجزائر الكبير محمد العيد والأبيات كما قلنا منذ حين من البحر الخفيف ووزنه فاعلات مستفعل فاعلات فاعلات مستفعل فاعلات ما تبقى لي إلا أن أتمنى لكم التوفيق والنجاح ونرجو منكم أن تهتموا بهذه الدروس وترجعوا إلى هذه الأبيات وغيرها في كتابكم المختار أو في ديوان شاعرنا محمد العيد والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر